مقولة فوكهية اتحولت لحقيقة فأنهت جيل زامبيا التاريخي في بداية التسعينات أصبح لزامبيا منتخب قوي ونجوم شابة أبهاروا العالم كله ولكن للظروف الاقتصادية السيئة اتعود منتخب زامبيا أنه يسافر لخوض مبارياته خارج بلده بطيارة حربية متهالكة واتعود اللعيبة بينهم وبين بعض أنهما يهزروا ويقولوا الطيارة دي هتموتنا فيه ويوم 27 إبريل 1993 بيتحول الهزار لحقيقة وقعت طائرة منتخب زامبيا في البحيط الأطلنطي بعد انفجار في المحرك علشان يموت معاها 18 لاعب من منتخب زامبيا ورئيس الاتحاد والمدير وعشان تكتب نهاية لجيل كان متوقع أن يكون جيل تاريخي لمنتخب زامبيا وزي ما احنا عارفين كان أحد الناجين كان لوتشابواليا كان لوتشابواليا أسطورة الكرة الزامبية فيما بعد ولعب إياندهوفن وقتها اللي ماستسلمش وقرر أنه هو يجمع منتخب زامبيا من جديد حتى لو حيضم لاعبين غير معروفين ولكن مع الأسف كالوتشابواليا ما كانش محظوظ كفاية واليا وبعد شهور قليلة من الحادث قاد فريق من اللاعبين المغمورين في محاولة لإكمال حلم زميله اللي ماتوا ولكن ولسوق الحظ خسر بطاقة التأهل لكاس العالم قدام المغرب في المباراة الأخيرة وتمر السنين والظروف تتغير وكالوتشابواليا يبقى رئيس الاتحاد الزامن ويشهد بنفسه تتويج منتخب بلاده بكاس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخهم سنة 2012 وياخدوا الكاس قدام بقايا حطام الطائرة والوجه التحية لأفراد جينه ترجمة نانسي قنقر